أرجع و قولها رجل ذكي في التسويق يعرف يتكلم يعرف يكون دائما حاضر أنا ترى كنت زمان يعني أقل من أهمية التسويق شوي و يمكن هذا شوي ترى نابع من ثقافتنا بأن ندع العمل يتكلم عنه و في كثير جمل أحنا نكررها يعني لكن عموما بالنهاية مهما كنت جبار و رهيب و ممتاز في عملك التسويق جانب مرة مهم صح مهم أنك أنت توصل اسمك توصل العمل اللي أنت سويته للناس هو قال لشغلات كثيرة طرد نصف الموظفين بعدين رجع طرد ثلث المتبقي تقريبا فخلينا نقول أنه ثلثي الموظفين طردهم اليوم على أنه راح يبدأ يوظف ناس جدد لأنه يبغي يغير الدماء يغير التفكير واحدة من الشغلات اللي خلينا نقول شوية لمسه على الجرح أنه يبغي يغير محرك البحث اللي موجود في تويتر أنه محرك البحث سيء يبغى أنك لما تبحث عن كلمة ملازم تبحث عنها بدقة تبحث عن الجملة لا تحط كلمات موجودة وهو يجيب لك إياها بشكل سريع للمحتوى تيك توك أبدأ فيها صح فهو يبغي يحسن البحث يعني أنا بالنسبة لي صراحة تويتر أكثر شغلتين أبغاها تتحسن فيه الرسائل الخاصة تحسها بطيئة وتفقع القلب أنا أبغاها تصبح رسائل سريعة مثلها مثل واتساب مثلاً يعني عرفت تكون متفاعلة و البحث يعني لو يقدر يحسن البحث لعله خلينا نقول وضع يده على الجرح في موضوع البحث يعيد أنه يحل في 12 أسبوع أنا أحسها قصيرة 12 أسبوع ولكن أنا أقول إذا حل في ثلاثة شهور في ستة شهور بعد ما ما عندي إشكالية صراحة هذه تقريباً رابع حلقة نتكلم عن الماسك وتفيتر صح ما زلنا بنسك الرجل يعرف يعني كل يوم ما هو بكل أسبوع كل يوم يطلع لك بسالفة أنا أعترض على الموضوع يعرف سوق نفسه شف هو رجل سوق نفسه لا يوصو صوته في الفترة الحالية لا لكن سابقاً نعم ويمكننا قلنا هنا هو رجل إعلامي اقتصادي ليس تقنيب أبداً وهذا اللي خلاه ينجع حتى الناس اللي اعتقدون هو المصحح أبداً ما هو مصحح أبداً لا يمكن لواحد مثل هذا قضى سنوات في البزنس يعمل بتويتر بهذه العشوائية هل أنت تشوف يعني هل أنت تشوف أن التويتر حين يقاد بخطة منهجية الرجل دعنا أكمل لك يا عساس أسعدتك النقطة أعطيك أن تتكلم أربع شهور لما بدأ عرضه على الموضوع أني أشتري تويتر بدون خطط اتضح لي الآن أنا وأنت والجميع المشاهدين أنه كان يعمل بدون خطط هم لا يعرف اليوم تجي فكرة يطبقها نبغى التوثيق يصير كذا يطبقها خطأ رجعنا طرد الموظفين طردهم بعد فترة قال لا اللي بيرجع يرجع لا وفي خطة تبعطيك خطة طق قول حقها صحي لا وشف أنا ما أتوقع عنده رؤية للطريق اللي هو بيمشي فيه هو يبغى بالضبط هو عنده هدف هدفه أن تويتر تنافس المنصات الأخرى حقا في الفيديو هل هذا بيتحقق أو لا هذا في علم الغير حلو فهذا هو هدفه أنه أنا أبغى أتحول إلى منصة فيديو أنت قبل شوي تقول النصوص النصوص ستستمر لكن أنا أتوقع أنه رح يركز على الفيديو كثير خلال السنة القادمة طيب بوضوع البحث موضوع البحث أنا أتفق معه أنه معضي له وأنه سبب نجاح تيك توك طريقة البحث في تيك توك طريقة رابط المحتوى مع بعض طريقة اللي أسميها المابينك كيف هذا يرتبط مع هذا كيف أنا أعرف اللي هي اللغريثميات التي تشتغل في الخلفية أنها تعرف ماذا تريد أنت من المحتوى ماذا تريد أن تشاهد أو كيف تصل لأسرع لأسرع طريقة للمحتوى لكن اللي يخلينا أن أقول له هو الرجل عشوائي أنه اختار لهذا الفريق شخص مشهور جدا في عالم الجيلو بريك صحيح وأنا أقدر هذا الشخص وأعرى أنه أعظم رجل مر في تاريخ الجيلو بريك اللي هو جورج هوتس جورج هوتس هذا أو جيو هوتس كنت سمي نفسه سابقا استطاع لوحده أن يعمل الجيلو بريك لليفون وفك الشريحة القفل أنك تشغل تشغل جهازك بدون شريحة مرتبطة مع الشركة هذه عجز عنه فرق وفي نفس الوقت في سنة من السنوات كان هو غايب عن السنة